بدايةً غنبدأوا بهذه المهزالة فهذه السيدة التي تشوفها في الصورة فهي تقتلت وتكسرت وتحرقات في محاولة لإخفاء معالم الجريمة كما أن هذه الواقعة التي كانت خلقت ضجة بمدينة طنجة وفي وسائل التواصل الاجتماعي كيتعلق بقتل واحدة المسيرة تعمقها الشيشة اسمتها في الطوم وبالضبط في منطقة كزينايا فتصوروا على أن المحكمة وبالضبط الغرفة تعلق الجناية الابتدائية غادي تحكم على القاتل بـ 25 سنة سجن نافذة كما أنه إلي جنا نشوف التهم اللي تابع فيها المتهم حاء واو فكينتهم القتل العمد والتنكيل بالجدة وإخفاء معالمها واستهلاك المخدرات بالإضافة فهذا المتهم من اللي تقدم أمام السلطات القضائية من اللي تم توقف المصالح الضرك الملكي بعدما اختفى عن الأنظار لمدة أشهر لأن المجرم غيتم اعتقاله بمدينة الناظور بعدما هرب من مدينة طنجة كما قال لهم كانت أنه أشغي وقع كما أنه في الاعترافات نتعو تقول بأنه ما كانش واعي لحظة اقتراف الجريمة وأنه عندما أقدم على قتل الفتاة المعروفة بإسم فطوم كان تحت تأثير تعاطي مادة الكوكايين وأنه من اللي فاق هذي القرصو مستلقي أمام الجوتنة السيدة بمعنى قرب الجوتن تحا اللي كانت مغطية بالدم تصرح كذلك بأن البنت جات عنده بالصيارة تحا وأنه من اللي السوعب وفاق من العاس وشاف الخطورة دي الجريمة اللي يرتكب وبحيث أنه دبح من الوريد إلى الوريد وبطبيعة الحال عن طريق السكين فهنا تقول لهم لأنه ملقى حتى طريق من غير طريقة باش يخفي بها الجوتة وهنا غادي يطح له واحد الفكرة أنه يهرسها لكن قصد الأطراف غايقسمهم وغايفصلهم على الجسم وغايديرهم في واحد الباليزة يعني حقيبة وغايفخرجها من المنزل وغايفضها في صيارة وغادي يقصد واحد منطقة خالية بالقرب من كزنايا وتما غادي حرق الجوتة باستخدام مواد قابلة للاشتغال عفوا للاشتعال مباشرة بعد ذلك غادي يقرر مغادرة تنجا في انتظار ماذا سيحدث ومن بعد غادي يتمكن أحد المواطنين باش يعثر على هاد الباليزة واللي كانت ما زال كتحتوي على بقايا الجثمان طبعا الحال غادي يعلم السلطة الأمنية واللي جات وفتح التحقيق ودارت أبحاث انتحها حتى تمكنت من الوصول إلى الهوية انتع صاحبة الجوتة كما أن الأبحاث غادي يتمكنهم الوصول إلى المشتبه به واللي تم توقيفه في مدينة النظور بعدما تم القبض على العديد من الأشخاص وتم تحقيق معهم وده بتصور القتل معه تشويه وتقطيع الجوتة العقوبة دياله هي الإعدام ولكن ربما طاح في شي محامي أصحاب الثغارات أو أنه وصل لك شي طريق اللي هي ماشي قانونية ولكن بالشخص يرتكب هاد الشي كامل ويجي في الأخر يقول لهم ما كنتش في الوعي ديالي أو كنت تحت تأثير على الكوكايين ولنفرد جدلا أنه تقول الحقيقة فهذا الشي كان ممكن أن نصدقه لو أنك من اللي يفقتي من القلبة ألقيت الجوت تحتك غايت بشي تعلم السلطات لأنك غايت تكون تحت تأثير الصدمة فكيف يعقل أن تذبحتها من الوريد إلى الوريد وما حسيت تبشي حاجة قال لي كنت تحت تأثير الكوكايين وبالتالي فهذه الأحكام والتي تخلي المواطنين تفقدوا اتقاف المؤسسة القضائية لأن هول الجريمة كبير جدا فالله بيين الحق وده با غادي انتقلوا إلى الإفراج عن سي فؤاد عبد الممني والتي تم اليوم إطلاق صراحه والمتابعة انتعوا في حالاته صراح من طرف النيابة العامة بالرباط والتهم هي إهانة هيئة ينظمها القانون والتبليغ عن جريمة خيالية يعلموا بعدم حدوثها كما أن هذا الشخص يطلق على رسول اسم مناضل حقوقي وناشط تعتقل في عهد الحسن الثاني في أيام الجمر والرصاص فهنا ممكن أن نقول السيد مناضل خاصة أن في تلك الفترة كانت سوداء وكانوا فيها مشاكل وصراعات واعتقالات وقتل وقمع إلى غير ذلك فصراحة كنا كنت أتمنى وإطلاق صراح جميع دوك الصحفيين بدون استثناء إلا هذا الشخص يعني أنه تبلي أنه يخدمش أجندات خارج الوطن لماذا؟ نعطيكم بزاف نتعلم المواقف فغيرنا الدستور غيرنا الحكومات وبقى حاجة وحدة لما غيرناهش وهو الملك وهي شيء يقول لكم مشجل في فيديو موجود على اليوتيوب يعني تقول لهم أنا نخص نغير الملك أو نخص نحيد الملكية من البلاد باش القضية تغير دونك هذا الوجه البئيس مع كامل احتراماتي الحقوقي اللي معاه سواء عزيز غالي سواء المحامي البراهما سواء جميع المناضلين صراحة ولكن أجي نشوفوا دبع التصهمة اللي تشد عليها ولصحافي ينخلين أقل منها مشاوا في حالة اعتقال مثلا ربما كانت من السبع اعتقال الرسوني أو عفوا عمر الراضي وتحكم بسيت سنة واحد قضية تأتي الجسوس وغا بيكاسوس إلى غير ذلك هنا ويدا نحط واحد النقطة باش نكونوا واضحين راها الدولة المغربية من حقها باش دافع الأمد يالها تدير جميع الوسائل المشروعة والغير المشروعة بما فيها التجسوس ولو على حساب المواطنين من حق الدولة الجسوس فكتعرفوا القضية اللي كانت فاجرات وتهموا فيها المغربية بأنه يجسس على ماكرون يجسس على رئيس الوزراء تاع اسبانيا يجسس على مجموعة من المعارضة إلى غير ذلك بواحد برنامج إسرائيلي اسمه بيكاسوس وكانت وقعت واحد المناوش ما به الملك وماكرون بسبب هاد القضية هادي بالضبط إذن فأدعب المغربية بغيت نتكلم معك صراحة ومش كتدفع للبلاد قولها فقط خسك تشوه المالك أو تشوه النظام هدا ويس سؤال يعني كعمرك ولا قلتي أنه شي حاجة دار تزوينا إضافة باش تنوض انتها ودابها وتصرح بأن المغرب كان كيتجسس على ماكرون وأنه سبب اعتراف ماكرون هو أن المغرب تزق فأنا شخصين إليك أنا هاد تجسوس جاب لنا نعتراف الصحراء وجاب لنا استرائيس الفرنسي تل البلاد راكعا مقردن وكيترجس صداقا تاع المغرب بعد ثلث سنين وهاز خنافره فأنا بعد تجسوس ويلرجعنا هادي غير سنوات من اللي أوباما شدوه كيتجسس على الهاتف انتاع ديك ميركل ديال ألمان وتشسس على الرئيس الفرنسي وتشسس على مجموعة من السياسيين ففي عالم السياسة والمصالح عادي ونزيد كيتسفو أدعم الموني ولكن علش ما تكلمتيش من اللي خرجوه مجموعة من الصحف العالمية الدولية مش الصحف انتاع المغرب ويقولوا بأن الهاتف ديال الملك البلاد والهاتف انتاع ولي العهد والهاتف انتاع الأميرات والهاتف انتاع حرامو الشاف تاع الضرك الملكي كلهم تعرضوا للتجسس أو القوا الهواتف انتاحهم مخترقة ويتجسس عليهم فهدي وقيلة ما دراتك تفشي حاجة وانت دبا وش كتدف على ماكرون ضد الملك دونك الولاء ديالك وش لي المغرب ولا لي فرنسا لأن فرنسا ربما كتظى فيك عندك تما مقر وقيلة إذا انت كناية في المغرب وكناية في النظام لك في المغرب مستعد انك تقول اي حاجة وتحالف مع اي جيا ومزين بعد اخرجتها تعرفت انك ما تعرضت الى الغزة للتعذيب فانا صراحة ضد هاد الوجه البائيس ولكن في نفس الوقت انا مع الناس اللي تناضلوا المحاميزيان اللي تلقي صراحه حميد المهداوي ريضة طوجني والناس اللي بغي الخير هاد البلاد يعني كي ناضل باش يتحسن الوضع مش يعني اني غير فقط نكاية في المخزن او نكاية او عندي واحد حق ذافين في الدولة او في الملك او في المؤسسة الملكية غنبقى نضرب يميلا وشمالا اضف الى ذلك المغرب عنده مشكل في الصحراء وانت كتعرف شكون اللي خلق هاد المشكل وشكون اللي احنا فخها فيه الى يومنا هذا والضريبة اللي تخلصها كل مواطن مغربي وما كان لاش انهم غدا نفقوا بلا مشكلة على الصحراء لان جنود متولين هناك مئات الملايير اللي كانت تخسر في السلاح فقط من اجل الصحراء مئات الملايير اللي كانت تمشي تمه فقط لدعم الصحراء الناس اللي ساكنين في الصحراء معفين من الضرائب بينما المغرب الاخر تيخلصوا الضرائب تفيا الى غير ذلك وانت اخي هرش تدوينه انت ولا ذاك المخروط ليرا ساكن واحد تستيح في باريس ولا في فرنسا يا ودي المعارضين ويا المناضلين الاوفياء لهذا الوطن صراحة الحمص اسبوعه تلشي واحد ولكن هذا الوجه البائيس سبحان الله انا ما كرتحش له ويكفي انكم تصنتوا له وتشوفوا يعني غتلمسوا واحد الكره واحد الحقد واحد انا ما كيتخش الخاطرات السيد هذا بعدها والسلام عليكم